هذه السالفة أنا أسؤالي فيها دائما لأنها تنطبق على الواقع الشيعي وتنطبق على واقع المراجع الطوسيين نكتة قد تكون حقيقة وقد لا تكون يقولون أكو طبيب في العراق كلما يراجع مريض ويسأل المريض شنو بيك فيقول له مثلا راسي يوجعني بطني توجعني ظهري يوجعني يقول لبيك دودة ويكتب له دوما لدود وأي واحد يجي يسأل شنو بيك فيقول لبيك كذا كذا آلامي أو جاعي قال له عندك دودة ويكتب له دوما لدودة في يوم من الأيام جابوا له فدولت فتى من الفتيان جابوا له فدولت إيده مكسورة قال له مش بيه هذا قال له له دكتور هذا إيده مكسورة قال إيه هذا عنده دودة وبدأ يكتب له الدوما للدودة قال له له دكتور حس ممكن من واحد يقول لك راسي يوجعني يجوز عنده دودة يجوز وهذا الوجع بسبب الدودة واحد يقول لك بطني يوجعني صدري يوجعني ظهري يوجعني يجوز ممكن يجوز عنده دودة بس هذا إيده مكسورة شنو علاقة الدودة بالإيد المكسورة الطبيب خل القلم على الطاولة والتفت على هذا الولد قال له أبويا أنت شلون انكسرت إيدك؟ قال له دكتور أصعدت عن نخلة ووقعت وانكسرت إيدي قال له أنت عمي فلاح؟ قال له لا قال له زين أحد مشغلك تصعد عن نخلة؟ قال له لا قال له أبوك قالك أصعد؟ قال له لا قال له زين أنت تعرف تصعد عن نخلة عندك الوسائل اللي يستعملونها بالصعود عن نخلة؟ قال له لا قال له زين مهسل وقت شته وماكو تمر بالنخلة أكو تمر كان بيها؟ قال له لا قال له ليش أصعدت للنخلة؟ قال له أصعدت قال مو قلت لكم عنده دودة؟ لو ما عنده دودة؟ شي سهو صعد عن نخلة؟ لا هو فلاح لا أبو قايل له لا حد مشغله تمر همهكو بالنخل شتاس مو صف شنو اللي يصعد عن نخلة وهو ما يعرف أساسا يصعد عن نخلة عنده دودة عنده دودة هذا اللي ويا قال له والله صحيح دكتور حشيك صحيح ذول عندهم دودة دودة تلاحظون أن الحلقات المتقدمة ذكرت فيها ما ذكرت من الأمثلة والشواهد من تأريخ الحوزة الشيعية ولكبار مراجعها يركضون يركضون عن نواصل يركضون عن نواصل عمي أكو دودة بيش أحلف لكم أكو دودة؟ هذه القضية قضية دودة ما إلى تفسير انطونا تفسير آخر ياريت هذا الدكتور موجود والروح الراجعة ونسأله نقول له ذول مراجع الشيعة اشبيهم حتما راح يكتبينهم دودة ما لدودة السبب الكي طيبون بك كي طيبون